قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الآية من سورة النور فيها فوائد عظيمة جدا الله نور السماوات والأرض قال العلماء ما من نور في السماوات ولا في الأرض إلا وهو من نور الله تبارك وتعالى وذهب بعض أهل العلم إلى قراءة ثانية بالتجديد وهي قراءة صحيحة الله نور السماوات والأرض قالوا الله تبارك وتعالى نور السماوات بالكواكب والنجوم وزيّن السماء الدنيا بزينة الكواكب ونور الأرض بشرائع والرسل والأنبياء المرسلين فالله عز وجل نور السماوات والأرض ودفيوا قسمي النور في الشريعة لأن النور في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من قسم لقسمين نور حسي ونور معنوي والنور الحسي هي الأنوار التي تشاهد بالرؤية كنور القمر والكواكب وغيرها من المصابيح الآن الموجودة هذه كلها أنوار حسية مشاهدة لأنها تحس بالعين والنور المعنوي هو نور الهداية والدلالة وهذا كقول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام سراج منير أي النور المعنوي وليس نورا حسيا كما يعتقد المتصوفة النبي عليه الصلاة والسلام ما ينور نور حسي إنما المقصود بهذه الآية النور المعنوي النبي عليه الصلاة والسلام بشر خلقه الله تعالى من تراب كما خلق آدم عليه السلام وجاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وكان عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قامت من الليل رضي الله تعالى عنها فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فالتمسته فإذا هو ساجد يصلي لله تبارك وتعالى السيدة عائشة بيقى تفتش تشوف بأجاي تفتش وين النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بيولع نور حسي لما التمسته السيدة عائشة ولا ما كذا فالمقصود هنا بالنور النور المعنوي أما ما يرويه المتصوفة إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر فحديث موضوع أصلا لا أساس له ولا عند إثنات ذاته حديث موضوع طيب الله نور السماوات والأرض مثل نوره وده مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربوا لنا وشوف الأمثال ربنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون والمثل في القرآن والسنة دائما تجد من الواقع أصلا لا يمكن تلقى لك مثال في القرآن ولا في السنة من مكان تاني إنت وما تكدر تتصوره لا الأمثلة كلها من الواقع وهي للتغريب لأنه كما قيل بالمثال يتضح المقال مثل نوره وهذا المثل هو للنور المعنوي كما قال الأعلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره المثل ده مضرب للنور المعنوي نور الهداية مثل نوره كمشكات المشكات هي الفتحة الفلحيطة تسمى بالكوة لكن ما ما نافزة زي دي كده زي دي لكن دي نافزة دي ما مشكات تكون في فتحة لكن بغا دي ما مفتوحة شوية كده لجوة ما نافزة بهناك دي اسمو شنو ده المشكات الفتحة دي اسمها المشكات مثل نوره كمشكات فيها مصباح جوة في المشكات ده في مصباح والكلام ده بيعرفوا الناس الأغاليم نحن عندنا في البلد في اللمبة بتاعت الله شفت المثل ده لو مشيت البلد بتشوفوا بعينك اللمبة بتاعت الله الفانوس بيسموه اللمبة بنية مش كده في نوع تاني بتاع الفانوس ده بيخدوه دايما في حفرة كده لأن الحفرة دي بتلمى الضو وبعد ذاك بتطلع شنو بتطلع الضو فده مثل انت بتشوفوا بعينك تحسوا كمشكات فيها مصباح في مصباح جوة المصباح في زجاجة المصباح ذاته جوة في شنو في زجاجة والزجاجة دي بيخدوها وبيكون جوة فيها الشريط بتعالها اللي بيولعوا فيه النار والزجاجة بتلمى النور بعد ذاك بتشيع بتطلع النور برا المصباح في زجاجة طيب الزجاجة كيف الزجاجة كأنها كوكب دري من شدة اللمعان ومن شدة الصفاء زي الكوكب الدري اللامع الظاهر الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة البيوغة من شجرة مباركة المصباح هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة ما هي هذه الشجرة زيتونة لا شرغية ولا غربية لأن الزيتون بيستخدم منه الزيت وزيت الزيتون يستخدم للإضاءة زيت الزيتون بيستخدم للإضاءة وشكد ربنا قال زيتونة ودي شجرة مباركة ودي فيها فوائد علمية كثيرة الزيتون دا في فوائد كثيرة وربنا أخسن به والتين والزيتون وطورسينين شجرة الزيتون فيه فوائد عظيمة جدا وكذلك زيت الزيتون ربنا قال شجرة دي شجرة مباركة لأنه فيها خير كثير البركة من الخير الكثير فيها فهي تتحافظ على الكلام دا وتستخدم الزيتون وتدل عليه الناس لأنه دا في النهاية البركة بتعته بركة بيدليل ما زي البركة بتاعة القبة والطينة المكاشفة واحد يقول لك طينة المكاشفة فيها بركة قال منو منو قال فيها بركة في دليل ما في دليل أنا بقول لك زيت الزيتون فيه بركة لأنه الله قال كده في القرآن أما أنت تقول لي قبة المكاشفة فيها بركة وزي ما هذا قال شنو دا قال ديوان النشيد للعارف بالله سيد الشيخ عبد الباقي المكاشفة اصدارات قال رابطت شباب المكاشفية رابطة وشنه مكاشفة ولا نادي بتاع مريخ مكاشف كمان داع الله رابطة ها نسأل الله العافية رابطت اصدارات رابطت شباب المكاشفية شو هزول الله قال شنو انا بره في الغلاف ولا ادخل جوة بره قال الله اكبر قد لاحت لي معالم قبة فيها حياة الروح للموتى داوين دا في الغلاف بره والجواب باين من عنوانه زي ما بيقولوا في السودان دا في الغلاف بره قبة قال الله اكبر مما شاف القبة كبر حسي علاقة التكبير بالقبة شنو انت شفت القبة المفروض تقول اذا يعني اه تعظم الله تبارك وتعالى لكن هما اكبر الله عز وعيال من باب التعظيم لله لا من باب التعظيم للقبة قال الله اكبر قد لاحت لي معالم قبة يعني شاف القبة بتاعت المكاشف من بعيد فرح قال فيها حياة الروح للموتى حياة وميت تاني كيف حياة الروح للموتى لكن دا كله شن تعرف الباطل بتاعة هؤلاء الناس فربنا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية قال العلماء يعني اذا طلعت الشمس عند المشرق فهي مواجهة للشمس الزيتون واذا غربت الشمس فهي كذلك مواجهة للشمس وليس بينها وبين الشمس حجاب ودي فيها فايدة للجماعة بتاعنا النباتات شوف النبات كل ما انت خليته في محل فاتح سهلة لانه الشمس فيه فوائد انت ما تفتكر الشمس دي سايد الشمس دي فيها فوائد حتى للبشر ذاته بس الشافع الصغير مرات يقول لك عرضوا للشمس بل الصباح بدري مش كده قل لك ما تعرف فيه فيتامين دي وفيه وشنو وده كله من آيات الله تبارك وتعالى كله من آيات الله عز وجل فالشمس دي فيها فوائد للنبات شوف الزيتون ده انت لو زرعته في غرفة مكفولة ما بيديك نفس الانتاج لما انت زرع وين في السهلة برا كل ما كان ومحظم الزراعة كده بالمناسبة ما الزيتون براه كل ما كان في السهلة برا وجاد عليه اشيعة الشمس الصباح والظهر والمساء فدي فيه فايدة عظيمة جدا شاكد ربنا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء الزيت بتاع الزيتون ربنا قال يكاد انه يضيء من الصفاء ولا معان يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لان زيت الزيتون انت عشان عشان يديك يضاءة لا بد تولع فيه نار مش كده ما في شريط كده بدخلوه في الزيت بعد ذلك انت بتولع النار كل ما اتاكل الشريط بيتجور من الزيت شريط مبلول بعد ذا بيولع معك مش كده ايوة فربنا قال يكاد زيتها يضيء الزيت من شدة الصفاء واللمعان دار يولع براو حتى بدو النار ولو لم تمسسه نار فعد ذاك ربنا قال نور على نور يعني شوف نور الاضاءة ونور زيت الزيتون كل دا نور على نور والعلماء قالوا زي ما قال العلام السعدي عليه رحمة الله قال وهذا هو حال المؤمن لان المؤمن اصلا هو على الفطرة دا نور نمر واحد لكن بيجو ناس بيطفو براو بيجو ناس بيطفو النابي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا وهو يولد على الفطرة دا ما نور ولا ما نور نور كون تولد على الاسلام دا نور فما من مولود اي مولود كلهم المكاشفة ذاته ربنا جابه على الفطرة براو غير غير حاله براو وغيره من الجماعة ربنا جابه على الفطرة ربنا تبعى سبحانه وتعالى ما قسر مع الجماعة ديل والله ما قسر معه جابه انطلع من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا وكانوا على الفطرة المكاشفة كان على التوحيد شفت لما جابه والدوة دا ما رقته كان على التوحيد لكن لما كبر شوف الجماعة كبره وقالوا عنه انا اديك النماذي شوف الشغلة دي ما لخبت كيف الصفحة 44 دي الناس ربنا امتنى عليهم لكنهم كفروا بنعمة الله عز وجل امتنى عليهم جابه على الفطرة على التوحيد قال سلام سلام الله على الحبر الحبر أو الحبر الشهير مكاشف ذاك الرب اللطيف له العلم ساطع وبه شهير كشف له ربه علم الغيوب ناظرا في الملكوت شيئا عجيب ده قال الله تبارك وتعالى كشف للمكاشفي علم الغيوب شاكذا بسموه المكاشفي هو اسم عبدالباقي سمى المكاشفي لانه قالوا يكشف عنده الغيوب ويعلم ما في الضمير كل ده كذب ويفتراء كذب ويفتراء على الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يكشف للمكاشفي علم الغيوب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير ولو دي حرف امتناع لامتناع امتناع الاستكثار من الخير لامتناعه لامتناع الم الغيب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب وربنا ما يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم الغيب يجي يكشف للمكاشفي ها ألا تتقون الله تبارك وتعالى نزل مجرمين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى مجرمين واحد لقيته معلق عندنا مقطع كذا ظن في حلقة في الحاج يوسف ولا شونه النوع اللي عنده الإحساس بتاعه نسموه شنوه ناس شاب ديل في الهندسة بيعرفوه حساس حب كذا قال كاتب لي تعد قال لي بس كلامكم سمح لكن كلمة مجرمين ودي كذا لو استبدلتوها بهداهم الله لكان خير قال تقول الودة حساس كيف بالله اها يا غي ماو انت قال مجرمين دي كلمة كعبة دي ما لفظة شرعية ربنا زكر مجرمين كمرة في القرآن زكر لفظة مجرمين ما مش اتبع وشوف هكينا اليوتيوب دا مصلبطين فيه ناس كتار خلاص والوسائل بتاعتها الإعلام قاعدين طبابين ملصقة جوا والله اي واحد نطخش يدار يكتب له كلام بيه مزاجه ساي دا قال لك الله كشف للمكاشف علم الغيب ونظر في الملكوت في ملكوت الله عز وجل شاف اي حاجة فوق فوق في اللوح المحفوظ شاف اي حاجة للمكاشف وميت للأسف اشتادي هسي ميت ولا عاي ميت المكاشف تحت التراب جوا الميت بيموت مات يكون النظر في اللوح ها طيب مات ليه مات ليه اشنوه مسألة جدا قال يطير في الكون عرضا ثم طولا تنطوي له الارض مثل السرير قال قال بيطير المكاشف بيطير قال المكاشف بيطير كذابين ولو طار ذاته لو طار دا ما فيه دليل انه ولي يا ناس سوفية دال بفهم امتين الان لو جاء المكاشف يطير بيجاي ما ما بنقول لك اي ودا ولي من اولياء الله الصالحين انت قال الطيران دا صعب على الشياطين صعب انهم يطيروا ما صعب عادي ممكن الامو فيه اثنين شياطين شفاتة واحد يقبو ضابوغ الشيخ من كوريانه والتاني من يدينه اثنين فوق ايجي قاطعين بيو بيجاي عادي شياطين شايل انه فدا ما فيه دليل انه زول دا انه زول دا ولي الدجال ما شفته الدجال دا بيبليف الواطة دي لف ما تتخيلوا النبي سالسلام قال لما سئل عن سرعته قال كالغير ارته الريح زي المطر اللي بتجي على الريح فداري اوهما كنه بيطير شروع يقول ليك دا ولي يayan ذول القطار ذاته ما ولي مع انه ما بيطير كالظهب مكاشفه ما بيطير والله اسده دا المكاشف دا خليج يطر لانه مش هينزاته نشوف ويريحنا ذاته من المواصلات O ما تشيل نشيل الصوفية بس صوفية العامل لنا جوطة في المواصلات تلقى راكب جاري سبحته في المواصلات دا اعمل له خطوط جوية مكاشفية ما يركب معانا ذاته في المواصلات طير يا الله الله لا عادة طير والله ما يطيروا يريحونا ولا دارين تطيروا امتين انتم فقال اه اسرى بروحه لما طارعا اسرى بروحه الى الجنات وشاف وشاف ما فيها من نعيم غزير قال المكاشفة اسرى بروحه الى الجنة وماشى هناك وكشف النعيم كله في الجنة المكاشفة شاف الجنة سبحان الله قال اوعى يا اخي الاعتراض طبعا دار يوهمك بعد دا ما خلاص اداك القطبة بعد دا لابد يوهمك اوعى يا اخي اوحى اخي الاعتراض اهل اللجاهم زائدا كثير ذاته تركيبة بتاع شعر ذاته غريبة ذاته في شعر ذاته نازل ما نافعين والله في شعر ما نافعين فرابنا قال نرجع للآيات نور على نور نور الهداية السعدي قال طلعوا ربنا يطلع المولود على الفطرة دا نور رمرا واحد بعداك يأتيه الرسل بيجو الرسل بالكتب فلو يتبع دا نور رمرا اثنين نور على نور شاكد ربنا قال في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها فذا كل نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء لأن الهداية مقصود بها الهداية التوفير وكذلك الهداية الدلالة وهداية الدلالة الدلالة ربنا سبحانه وتعالى أرسل فيها الرسل وبين فيها الشرائع أما الهداية القلبية فهذه لا يملكها أحد إلا الله تبارك وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بكلمات بسيطة جدا من أراد الزيادة ليرجع لكتب التفاسير وكتب أهل العلم بارك الله فيكم أقدم الشيخ أحمد الفدو ترجمة نانسي قنقر